أهلا بكم من جديد البداية من المغرب حيث تخوض اليوم المركزيات النقابية الأربعة الأكثر تمثيلية تخوض إضرابا وطنيا عاما لمدة 24 ساعة كانت قد أعلنت عنه بداية هذا الشهر وتقول المركزيات النقابية وهي الاتحاد العام للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب تقول إن هذا الاضطراب جاء عقب فشل الحوار الاجتماعي مع الحكومة ودفاعا عن مصالح الطبقة العاملة وتنديدا بما أسمته تدهور الأوضاع الاجتماعية والمهنية لمستخدمي القطاعين العام والخاص كما تدعو النقابات إلى إقرار إصلاح عادل وشامل لمنظومة التقاعد هذا وكانت مراسلتنا في الرباط رجاء فضلي قد التقت السيد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل وسألته حول أسباب هذا الاضراب إذن بعد الاضراب الوطني العام الذي عرفه المغرب بأكتوبر 2014 أي بعد حوالي سنة ونصف اليوم نحن أمام اضراب وطني عام جديد تخوضه المركزيات النقابية بكل من القطاعين العام والخاص وسط انتقادات للسياسة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع الملفات المطلبية للنقابات وأيضا وسط انتقادات لهذه النقابات لتعثر الحوار الاجتماعي وعدم التوصل لأي اتفاقات للتفصيل أكثر في الموضوع يحضر إلى جانب ضيفنا السيد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أهلا وسهلا بك سيد أهلا مرحبا وشكرا على الاستضافة إذن نحن أمام اضراب وطني عام لماذا تتخذون الاضراب الوطني العام كشكل من أشكال الاحتجاج على الحكومة وفي الساعات الأولى من هذا الاضراب كيف يمكن أن نقيص مدى نجاحه بالفعل وكما أشرتم إلى ذلك سيدتي اليوم جل مركزيات النقابية الفاعلة في الحق الاجتماعي الوطني تخوض إضرابا عاما في كل قطاعة الوطنية والإنتاجية احتجاجا على السياسة الحكومية فيما يتعلق بتدبير مسألة الحوار الاجتماعي الذي من المفروض أنه يفضي إلى معالجة المشاكل القائمة والتي تراكمت لمدة خمس سنوات اليوم المعركة الاحتجاجية لجول النقابات أعطت في الساعة الأولى من هذا الاضراب نتائج جد مهمة وصلت إلى أزيد من 90% في أغلب القطاعات الاجتماعية وكذلك الإنتاجية في المغرب هذا يعني أن هناك إجماع وطني في الصفوف طبق العاملة المغربية على أن السياسة الحكومية المتبعة أجهزت على مجموعة من المكتسبات واليوم ترمي إلى إفراغ المفاوضات والحوار الاجتماعي من القيمة ديالو وكذلك ضرب المكتسبات الاجتماعية ومنها نظام التقاعد وهذا خطر جدا لأن القيمة ديالتقاعد مستقبلا ستتراجع بنسبة 30% أضف إلى ذلك ملفات شائكة تتعلق بملف الأساتدى المكونين كذلك بالأطور العليا المعطلة والفئات المهنية في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص إلى درجة أن النسبات 75% من مقاولة المغربية لا تحترموا مدونة الشغل اليوم المعركة والرسالة موجهة إلى الحكومة التي معكم الأسف لمدة خمس سنوات قامت بتجميد الأجور مقابل رفع أسعار المواد الغدائية الأساسية أسعار الماء والكهرباء أسعار الصحة والتعليم إلى غير ذلك من الخدمات الاجتماعية بمعنى آخر نحن اليوم أمام سياسة حكومية تسعى إلى تفقير طبقة العاملة المغربية إذن الحوار الاجتماعي يعرف تعثرا اليوم والنقبات تصفه الآن بالفشل كيف يمكن للنقبات اليوم أن تعود مجددا إلى طاولة الحوار الاجتماعي لجد؟ أعتقد أن الكرة عند الحكومة لأنها إلى حد الساعة ليست لها الإرادة السياسية للجلوس إلى طاولة مفاوضات وحوار اجتماعي له قيمة وله مؤسسة بمعنى آخر أننا لما نجلس إلى طاولة المفاوضات على الحكومة أن تسعى إلى معالجة المشاكل القائمة العكس هو الذي يقع اليوم نحن أمام حوار عقيم حوار بدون نتائج بمعنى آخر إذا لم تتوفر الإرادة السياسية لدى الحكومة سنستمر في هذه المسرحيات الحوارية التي لن تفيد لا الطبقة العاملة في شيء ولا المجتمع المغربي ولا التنمية الاقتصادية للوطن إذن في سؤال آخر رئيس الحكومة يوم أمس في أحد اللقاءات الصحفية عبر عن استغرابه عن اتخاذ النقابات لهذا الشكل الاحتجاجي وهو الإضراب العام الوطني وحصر المشكل في كونكم تحتجون على ملف التقاعد ما هو ردكم في هذا السياق؟ ما أعتقد أن الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص وفي الجماعات الترابية مشكل منحصر في ملف التقاعد ملفات شائكة طويلة والدفتر مطلابي متروح لدى الحكومة من طرف المركزية النقابية التي تشارك في الحوار وكذلك النقابة الوطنية التعليم العالي التي تشارك كذلك في هذا الإضراب العام أعتقد أن الملف المطلابي رأس ضر في البيانات وفي البلاغات ديال المركزية النقابية ولا يجب حصره فقط في ملف التقاعد أعتقد أن الملف الإصلاح الجزئية للتقاعد هي النقطة التي أفاضت الكأس وجعلت أن المركزية النقابية تعتقد أن الحكومة ليست لها الإرادة السياسية وتصمر في الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية إذن سيد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا شكرا لكم على الاهتمام بالطبقة العاملة المغربية شكرا لك إذن أعود إليكم إلى سوديوهاتنا في طنجة وسنوافيكم بآخر مسجدات هذا الإضراب الوطني العام في نشراتنا الإخبارية اللاحقة شكرا لكم شكرا لك يا رجاء فضلي ولضيفك